اقرت مؤسسة موانئ خليج عدن شراء توريد قاطرة بحرية بقدرة شد لا تقل عن 65 طن وبتكلفة تقديرية 8 ملايين دولار كما اقرت المؤسسة صيانة القاطرة البحرية وادي حطيب من قبل الشركة المصنعة بمبلغ مليونين وخمسمائة الف دولار وشراء وتوريد زورقي ربط بمبلغ مليون دولار اقرت مصلحة الضرائب بصنعاء التابعة لمليشية الحوثي رفع ضرائب المبيعات على المطاعم في مسعى لتوفير موارد مالية وطالبت المصلحة المطاعم بتقنيم اقرارتها المالية بحسب المبيعات الفعلية واظهار الضريبة في فواتير المبيعات وتوريدها اولا باول مؤكدة ان اقرارة الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من بعض المطاعم لا تتناسب مع حجم نشاطها الفعلي ارتفع الرقم القياسي للأسعار في الخدمات الصحية والتعليمية بحوالي 190% في يناير 2019 مقارنة بديسمبر من العام 2014 بعدما اوقفت مليشية الحوثي الانفاق على الخدمات الاجتماعية الاساسية الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه منذ العام 2014 وحولت مقدرات الدولة الى شركة خاصة تبيع خدماتها للشعب باسعار مضاعفة واوقفت الرواتب والضمان الاجتماعي وتراجعت نسبة مساهمة القطاع العام في مجال الصحة والتعليم والمياه الى الناتج المحلي الاجمالي كما واصل القطاع الخاص الخدمات الاجتماعية الاساسية لكن بتكاليف واسعار مرتفعة تصعب على ذوي الدخل المحدود الوصول الى تلك الخدمات يعتزم البنك المركزي اليمني في عدن تنفيذ مشروعا لربط شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم البلاد بشبكة الالكترونية للحد من المضاربة بالعملة والتلاعب بسعر الصرف المشروع الذي سيبدأ العام القادم سيمثل تطورا في اعمال الصرافة وفي جهود مكافحة المضاربة بالعملة وتمويل الارهاب وجاء الاعلان عن هذا المشروع خلال اجتماع قيادة البنك مع مديري وممثلي شركات الصرافة لمناقشة آلية عمل شبكات الحوارة المالية وضررة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنضوي عليها اعلنت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضراموت رفع اسعار استوانث الغاز المنزلي الى 2250 ريال للوكلاء في مناطق الساحل فيما حددت سعر البيع للمواطن ب2550 ريالا بعد ان كان سعرها 2000 ريال ورفعت الشركة سعر بيع استوانث الغاز المواطن في وادي حضراموت من 2300 ريال حتى 2450 ريال بناء على اختلاف اسعار النقل وتأتي هذه الزيادة بعد ايام من اعلان منشأة الغاز التابعة للشركة اليمنية للغاز في محافظة مأرب رفع سعر استوانث الغاز المباعة للمواطن الى 2200 ريال بدلا من السعر السابق 1500 ريال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة